دشنت الوحدات القتالية النوعية ووحدة القناصة والصواريخ الموجهة ووحدة الطيران المسيّر العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي للعام 2024 في محور طور الباحة وخلال التدشين شاد قائد محور طور الباحة قائد الواربع مشاه جبل الوارد أبو بكر الجبولي بتفاني وأخلاص أفراد الوحدات في تحقيق الإنجازات في ميادين الوغة ومواقفهم الحاسمة في وجه عصابة البغي الإرهابية الحوثية وعناصر خلايا التخريب والفوضى ودعا الواء الجبولي منتشب الوحدات إلى المزيد من الإنجاز مؤكدا على استمرار دعم قيادة المحور لهذه الوحدات القتالية النوعية وبما يحقق المزيد من التطوير واكتساب مهارات جديدة تواكب التغنيات الحديثة وبارك الجبولي تدشين الدورة التدريبية السادسة تخصص قناصين والدورة الثالثة فنيين طيران مشير موجهة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لها وكانت فرق نوعية تخصصية من الوحدات قد استعرضت مهاراتها القتالية عمليا مستهدفة أهدافا عدة في ظروف وتضاريس متنوعة أظهرت فيها احترافية ومهارة كبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر